في السياق وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني انتخابات تشرين الأول الماضي بالناجحة والنظيفة بارزاني قال خلال لقائه بالمبعوثة الأممية في العراق جنين بلاس خارتا أن العملية الانتخابية والنتائج الأولية عكست واقع العراق السياسي وإرادة المواطنين مشيرا إلى أن هناك محاولة لأطلع بالنتائج التي أعلنتها اللجنة والتي ستؤدي لتعميق المشاكل كما أعرب بارزاني عن شكره للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على جهودهم لدعم الانتخابات